بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيشري سنواصل شرح مقرر كيميا عضوية واحد إذن وسنبدأ بالمحور الأول حيث سنقوم بشرح جزئين الجزء الأول يتمثل في شرح التركيب الإلكتروني لأهم العناصر المكونة المركب العضوي ثم سنمر إلى الجزء الثاني لنشرح كيفية وأنواع التهجين لذرة الكارب في الجزء الأول سنقوم إذن بدراسة التركيب الإلكتروني لأهم العناصر المركب العضوي لذلك سنعتمد في هذا الشرح النموذج الأول وهو نموذج بور ونموذج ثاني وهو نموذج الموجة لذلك سنقوم في الجزء الأول بوضع لمحة بسيطة حول هذين النموذجين في العنوان الثاني من الجزء الأول سنقوم بشرح قاعدة الثمانيات ثم سنمر إلى الجزء الثاني من هذا المحور حيث سنقوم بشرح كيفية التهجين وأنواع التهجين لذرة الكارب إذن سنبدأ بالجزء الأول من المحور الأول حيث سنقوم إذن بدراسة التركيب الإلكتروني من خلال شرح حول نموذج بور ونموذج الموجة لتشكيل المركب العضوي يجب معرفة إذن عدد روابط كل عنصر موجود داخل المركب العضوي ولمعرفة عدد روابط كل عنصر داخل المركب العضوي يجب إذن معرفة التركيب الإلكتروني للعنصر وفيما بعد نعتمد نظرية الثماني إلكترونات أو نظرية الثمانيات لتحديد عدد روابط كل عنصر داخل المركب العضوي يتمثل نموذج بور في وجود نواة في وسط الظر وإلكترون تتحرك في مدارات دائرية الشكل حول النواة وتختلف هذه المدارات كما تلاحظون من ناحية الحجم ومن ناحية الطاقة ويرمز هنا إلى مستوى الطاقة أن يساوي واحد أن يساوي اثنين وأن يساوي ثلاثة بالنسبة للمدار الثالث وتنبعث الطاقة من الضر خلال انتقال الإلكترون من مدار إلى مدار ثاني في اتجاه النواة أما بالنسبة للنموذج الثاني المتمثل في نموذج الموجة فإن مبدأ الشكل هيزنبرغ بيّن أنه ليس من الممكن تحديد مكان الإلكترون بدقة وأصبح إذن نتكلم هنا على احتمالية وجود الإلكترونات في فراغات ذات أشكال مختلفة وتسمى مدارات وبالنسبة لأهم المدارات التي تشكل الظرة هناك مدار S مدار P مدار D مدار F وسنعتمد في هذا الشرح على مدار S ومدار P فقط باعتبار أن الذرات المكونة المركب العضوي تحتوي في مدار التكافؤ على هذين المدارين وتستعمل هذين المدارين بالخصوص لتكوين الروابط لشرح التركيب الإلكتروني للذرات نعتمد في تشكيل المدارات على شكل مكعبات ويشار إلى مستوى الطاقة في بداية ذكر المدار فمثلا نقول هنا مدار S في مستوى الطاقة واحد أو مثلا هنا يشار إلى مستوى الطاقة في بداية المدار مثلا نقول أن مدار S موجود في المستوى الطاقة الثنين كذلك الأمر بالنسبة للمدارات P كما تلاحظون هنا نلاحظ إذن هنا هناك ثلاثة أشكال من المدارات P هناك PX, PY و PZ كما نلاحظ هنا أن هذه المدارات متفرقة إذن على مستوى الطاقة مختلفة PN يساوي واحد و PN يساوي اثنين يجد الإشارة هنا أن المدار لا يمكن أن يتسع إلا إلى اثنين إلكترون فقط أو أقل من ذلك يمكن أن نجد في المدار إلكترون فقط أو يكون المدار في حالة شاغر أو لا يحتوي على إلكترون ترجمة نانسي قنقر